تسعى الدولة للتخفيف من حدة الموجة التضخمية العالمية في ظل الأزمات العالمية المتشابكة وما ترتب عليها من الطراب في سلاسل الإمداد والتوريد وفي هذا الإطار اتخذت الحكومة عددا من التدبير والإجراءات التي أسهمت في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين حيث تم انفاق 490 مليار جنيه في برنامج الحماية الاجتماعية للعام المالي 2022-2023 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر